بس كنو من الليلو من 2018 قدر من السويو المكان يجي وتكرر ممالي في هذه السنة خلقت قدر من الأضرار لكن ممالي في ممازيها خلق ممالي قدر من التدخل من السلطات الإدارية والدولة والبلدية الناس كاملة اللي قد تساعد قدر من الشوف الطلمة ومن الشق السدود ومكتب الصرف الصحي عنده مكتب هون وعنده قرب يشفط المقل خلق قدر من التدخل في صفة عامة وازاهم اللي قدر من تدخلات إسعاف الناس اللي متضرة لكن الرقم ردفع إلى رقم كبير ما يناهز ألفين زايدة من المساكن الضرت لكن الحمد لله الإجراءات المقبلة هي تحصل على قدر من الاستفادة وقت مستعجل إن يخلق سيء إذن نشكر الدولة على التدخل في الحقيقة والتدخل المالي اللي وازاه زيارته رئيس الجمهورية اللي في الحقيقة نحن نعتبرها موازرنا من اللي حد منكوب اللي يفوتي لجيه رئيس الجمهورية معناها على أن نعتبره اهتمام كبير لذو البلدية والمركز عد البقر اللي في الحقيقة لكن نعتبرهم مدائن مقاطعات قرى منكوبة إذن رئيس الجمهورية عهد تعهد وفي الحقيقة نعتبره في صالح المقاطعة لأن لا يتعدل سدود دولة من أولها سد الركن اللي هو هو مسبب السيلان لمقاطعة باسكنو وفهم سده أخر وفهم جيهتين جهويات منهم مكتب الصرف الصحي باقين يشتغلوا هنا مع المقاطعة هذا في الحقيقة نعتبره تدخل مبشر ومبشرنا للمور مستقبل أن يدور ينقبضل هالإجراء اللازم شاء الله الخسائر خلقة اللاف المساكن شو اللاف المساكن والله في المساكن خليها اللاف المساكن خلقت مساعدات غذائية سلة غذائية وعدلت المتضرر الوحيد وماشي الضرك العدد اللي صائمشي إلى ألفين وشي وبعدها من الأيام تقسم كل نهار تنقبض مئة رقاش وتقسم عليها مئة سلة وماشي البرنامج المتواصل التقسيم اللي إن شاء الله نرجوه أن يعم ذلك الألفين إن شاء الله والألفين الزيادة نطلبوا طالبنا اللي مثلا فتنة قدمناها الرئيس الجمهوري والدولة لأن باسكنوا منكوب وذلك اللي قد يعدلوا ويعدلوا ذلك اللي قد يعدلوا وينزادوا لجراءات وتردسم له خطة مستقبلا توقيه من ذا السيل اللي إذا هو مات لي يتكرر هذا هو و هو طالب إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة